لدعم تنفيذ مشروع شبكات الصرف الصحي غرب إربد وقعت الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية اتفاقيات تمويل بقيمة 53 مليون و 200 ألف يورو ويشمل التمويل قرضاً ميسراً بقيمة 25 مليون يورو واتفاقيتين منحتين بقيمة 8 مليون و 200 ألف يورو حيث تبلغ مدة القرض 18 عاماً منها فترة سماح مدتها 4 أعوام ويتم السداد من خلال أقصات نصف سنوية متساوية على مدى 15 عاماً وبفائدة 1% وسيوجه التمويل إلى المساعدة في إنشاء شبكة مياه الصرف الصحي في 15 بلدة غرب مدينة إربد عن طريق الربط بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي في منطقة وادي العرب مما سيزيد من فرص الحصول على خدمات الصرف الصحي لسكان بعدد 100 ألف نسمة خاصة في ظل عدم كفاية البنية التحتية القائمة للتعامل مع التحدي الناجم عن استضافة اللاجئين السوريين قيمة التمويل حوالي 53 مليون يورو هذا التمويل نجحنا أن يكون تمويل ممزوج قرد ميسر بحوالي 25 مليون يورو من بنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمبلغ المتبقي وهو أكثر من النصف حوالي 28 مليون يورو راح يكون منح من عدة مصادر نظر أن هذا التمويل قيمة وفضل تحسنة نعمات الصحي في 15 أولى البلغ ستوكي 100 ألف لإعادة السبيل راح تشكي 1.400 أجزء في التحسنة ويساعدت هذه المنطقة لتحديث المنطقة لتحديث المنطقة لتحديث المنطقة لتحديث المنطقة.